علي أحمد يقول مرة مشيت الصحراء في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا وفي الليل استحلمت فخفت من الماء البارد مع الجو صليت الصبح في وسط النهر هل لدي إثم على ذلك؟ نعم يا علي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لواجب عليك أن تتطهر وتصلي في الوقت إذا كانت طهارة المائية متعذرة لعدم وجود الماء أو لأنه بارد تخشى على نفسك من المرض فكان واجبا عليك أن تتيمم لأن الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أما تأخير الصلاة عن إبان وقتها فهذا ممنوع